عام دراسي آخر على الأبواب في العراق وما زال التعليم في البلاد يسير بخطا ثابتة نحو الانحدار 16 عاما مرت على وصول الأحزاب الحاكمة إلى سدة الحكم ولم يشيد في أغلب محافظات العراق سوى 400 بناية مدرسية كأكثر البلدان نقصا في منشآته التعليمية وفق تقارير حكومية التلميذ العراقي لا يزال يفترش الأرض مع أقرانه في مدرسته المتهالكة التي تغص بعدد من الطلاب يفوق طاقتها الاستيعابية ونحو عشرة ملايين طالب وطالبة يتوزعون على 16 ألف مدرسة فقط في عموم البلاد وهي لا تكفي حتى لاستيعاب أزمة الدوام الثنائي والثلاثي تدري مدرسة بها ثلاث دوامات يعني يجد الدرس يصير نص ساعة يعني هي مدرسة ثلاث مدارس مقسمة إلى ثلاث مدارس أش وقت يلاحق المدرس ينطي المادة سبعة آلاف بناية مدرسية جديدة هي ما يحتاجه العراق لإنهاء أزمته في التعليم بشكل كامل بحسب لجنة التعليم النيابية وأربعة مليارات دولار فقط كفيلة بإعادة إعمار البنية التحتية لقطاع التعليم بالكامل وهو ما يضع الكثير من علامات الاستفهام بشأن مصير موازنات وزارة التعليم المالية على مدار السنوات السابقة تحتاج وزارة التربية إلى تغييرات جذرية سواء كانت على مستوى الهيكلية في الوزارة أو على مستوى الإشراف على مستوى الأبنية المدرسية على مستوى المعلمين وعلى مستوى المناهج وبعد أن كان الطالب العراقي يحصل مجانا على الكتب والدفاتر والقرطاسية وغيرها من مستلزمات الموسم الدراسي الواحد لم يعد هناك شيء بالمجان في العراق طالب سادس كتبه من بره اشتريه دفاتر من بره قرطاسية من بره خلال شي بطل بعد أحداث عام 2014 فقد نحو ثلاثة ملايين تلميذ إمكانية التعليم بعد الدمار الذي حل بمدارسهم خلال الحرب على تنظيم الدولة فأكثر من 150 منشأة تعليمية تعرضت للدمار الشامل فضلا عن حاجة نصف مدارس العراق الحالية إلى إعادة تأهيل وفق تقارير الأمم المتحدة فعندما يكون وزير غير مؤهل لإدارة وزارتي التربية ووزارة التعليم العالي فإن التعليم يذهب إلى الجحيم بهذه الكلمات يلخص مختصون تراجع قطاع التعليم إلى أدنى مستوياته حيث لا استراتيجية واضحة لدى الحكومات المتعاقبة لانتشال القطاع التربوي من مستنقع الفساد على المدى المنظوري على الأقل ترجمة نانسي قنقر